السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقع كنفا هو مواقع بتقدر تعمل عليه التصميمات كثيرا جدا مثلا تقدر تعمل تصميمات سواء مثلا وورد سواء صور سواء فيديو بريزنتيشن هتخاصة بيه السوشيال ميديا هتخاصة بيه الويب سايت بتاعك زي ما تشايف حاجة كثيرا جدا الميزة بقى ان هو لما زهر زكاية الصناعية بدأ يرتبط بتطبيقات كثيرة تقدر تشغل بها من جوه الكنفا يعني عندي حاجة اسمها ماجيك ستوديو فيها حاجات مجانية وحاجات بفلوس ممكن تعمل تزاين بالفيديو يعني وتقدر تكتب تيكست يحول لك لصور تقدر تكتب تيكست يحول لك لفيديو وهكذا عندك فيه خاصية مثلا ماجيك ايدت تقدر تعمل اي سيليكت على اي عصر وتعدل فيه تقدر تعمل سويتش تحول تخلي فيه حركة تمام ممكن تكتب تيكست بتاعك الكلام باشكال جميلة زي كده وكل الخصاص دي بتلاقي برضو جوه اي واحدة من دول يعني لو انت موجود في اي تصميم هتلاقي الماجيك ستوديو تقدر ان انت تشغل بيه طيب خلنا ندخل كده ماجيك ستوديو هتلاقي كل واحدة فيهم بيبدأ ان هو يشرح لك ايه هو الماجيك ستوديو وتقدر ان انت تعمل تجرب الماجيك ريت ان انت تبدأ تكتب مثلا تيكست تتغير ويبدأ ان هو يكتب لك المقالة كلها زي شات جي بي تي مثلا هتلاقي اغلب الحاجات مكتوب عليها برو لانها بفلوس ده هنا شايف حول لك التكست لحاجة شكلها مورف بالشكل دوت بيعمل الانيميشن مجرد تعمل سيلكت العنصر فهو يبدأ يعمل لك الحرقة زي فكرة الباور بوينت هي الاسف اغلب الحاجات دي لازم تكون معك النسخة اللي هي بير فلوس عندك تيكستو فيديو تكتب تكست حول لك الفيديو تيكستو اميج فيه ماجيك اديت لو انت عندك صورة زي كده تقدر تميس سيلكت عليها وتقول له الغي لي الجوزي دوت او ضيف لي الجوزي دوت او بدل لي الجوزي دوت وفيه ماجيك اكسي باند ماجيك اكسي باند يعني عندك انت جوزء معين وتقول له تخيال لي لو انا غيرت العدسة ومساورت الكاميرا ومصورت جوزي اكبر كان مفروض هيتصاب معي ايه في السورة ديه ميزة الكانفا انه مرتبط بادوات كتيرة جدا من ادوات الزكاء الاصناعي يعني هو مرتبط بموقع كتيرة جدا بحيث ان يدي لك خدمات قوي طبعا هو بحاسب بقى بنوب نفسه مع الخدمات ديت هو هنا بقى بتشرح لك الطريقة اللي انت مفروض ان انت تشغل بيها يعني عندك حاجة زي كده تبدأ تعلم على الصورة ديت تمام بحيث ان هي دي الجوز اللي انت عايز تشيله بالفرشة تروح معلم عليها تم بيقول لك بورش اوفر زي اميج وزي ما انت شايف عندي هنا ماجيك سويتش موجود هنا دي برضو من ديمد تولز الخاصة بزكاء الصناعي اللي انت ممكن ان انت استخدمها اي صورة ممكن تلاقي ديت فيديو فلو ما تدخل جواها يبدأ اديك برضو ادوات كتيرة بزكاء الصناعي تقدر ان انت تستخدم اي واحدة فيها طيب خلينا بيقول لك او مثلا جرب تيكست تقدر تختار تيكست معين في قلب الصورة زي كده هو ده تيكست جوا الصورة فيبدأ ان هو يحولك تيكست تقدر ان انت تشغل بيه هتلاقي عندك ماجيك سويتش ده عبارة عن ايه ان انت ممكن تقول له ترجم لي تمام كل تيكست ده للغة معينة فهو يعمل لك كوبية تانية باللغة اللي انت عايزة يبقى انت عملت تصميم مرة واحدة تمام وهو يبدأ يعمل لك واحدة تانية بالعربي والانجليزي والحاجات ده كلها بقول لك لازم يكون فيه تيكست موجود وانا هترجم لك يعني انت عامل اي تصميم باي لغة تمام يعني كتب تيكست هنا وكتبت مثلا كلمة مثلا هلو اي جيبت او اي حاجة يبدأ ان هو يترجم لك من خلال ماجيك سويتش ماشي او طيب انا هاجي هنا وقل له انا عايز ماجيك سويتش الخاصية اسمها ترانزليت فيبدأ ان هو يترجم لي العربي فيعمل لك نسخة تانية يبقى عندك نسخة بالعربي ونسخة بالانجليز تاب وتعمل نسخة الصيني تعمل نسخة الفرنساء وعلماني زي ما انت عايز اه ترجم هالك بالشكل ده طيب نرجع بقى للاصلي ندخل اصلية ونقول له ماجيك سويتش فيه برضو خاصية حلوة موجودة جواه ان انت من ماجيك سويتش ده تقدر تاخد كل التكست ويحطوك في ملف وورد كده زي ما انت عايز يعني ممكن يعمل لك ملخص لو اتكلم كتير اه كسر بيقول لي انت ممكن تجرب النسخة تعمل ساماري تقول له انا عايز اجهز لك في ميل حولها اللغنية حولها الشعر حولها البلوكي جوست كل حاجات دي تقدر تعملها من خلال الذكاة الصناعية اللي موجودة في كامبا من حاجات برضو ان انت ممكن تجي في أبس فتلاقي تقريبا كل ادوات الذكاة الصناعية موجودة هنا فتقدر تختار مثلا ان انت عايز تحول تكست لصوت او صوت لتكست او تستخدم دل اي ان انت تديله تكست هوه حولك لصورة ممكن تستخدم جوجل اي اي ممكن تستخدم طيب كرافت ان انت تكتب تكست وتقدر تتحكم فيه بتغير الشكل بتاعه في مكتب اكترا جدا انت تستخدمه ممكن تخش بحاجات خاصة بالصور ممكن تخش بحاجات خاصة بالصور ممكن دي اشهر اللي هو بشغل بها تقدر تخلي صورة تحتك عبارة عن QR كود او المدعملها مسح يدخل على موقع معين او يديك معلومة معينة تلز كثيرة جدا باش مضطر ان انت تدخل للمواقع دي واحدة واحدة لا اي واحدة فيهم تقدر ان انت تتشغل بها على طول ترجمة نانسي قنقر